إذا كان حملة القرآن عند الله في جل وعلا ملائكة كرام بررة سفرة فينبغي لأهل القرآن في الدنيا أن يكونوا كذلك أن يكونوا كراما أن يكونوا مباركين أن يعرفوا بين الناس بالبر والإحسان كما يقال ينبغي لحامل القرآن أن يكون أن يكون يعني منشغلا بربه حين ينشغل الناس عن الله حزينا حين يفرح الناس بالواطن باكيا مع القرآن حين يضحك الناس من أفوه وينسونا ربهم جل وعلا إذن أهل القرآن تعرفهم تعرف بسمته بذله بسكينته بهدوءه بحفظه بطهارته بإيمانه بعفافه بلسانه الطيب هؤلاء أهل القرآن الذين حفظ الله بهم الكتاب وحفظ الله بهم القرآن نسأل الله تعالى أن يجعل منهم وأن يتقبل منهم بصوحة الأعمال ولا زل